حلقة النهاردة من الحلقات اللي انتو بتحبوها لانها بتكون عملية وبجرب فيها محتوى الحلقة على حساب من حساباتي الشخصية وده علشان اثبت لكم مصداقية الموقع ومصداقية الكلام اللي انا جاي اشرحه واتكلم فيه في الفيديو مهما طال مدة بقاء الفيديو في القناة ومهما طال مدة بقاء الموقع نفسه جاي كلمكم النهاردة في عجالة تامة على اذا تقدر تزود عدد متابعين الانستجرام وخدمات الانستجرام التانية ومواقع التواصل الاجتماعي بدون نقص ولو فيه نقص هيكون اقل من 5% وصولا لتلاتة في المية وده رقم قليل جدا جدا ورقم ممتاز جدا جدا بناء على الخدمة اللي انت هتاخدها بشكل امن على حسابك الشخصي وحط لي مليون خط على كلمة امن لحسابك الشخص لاني بقادي كتير بجرب على حسابك الشخصي ومفيش ادنى مشكلة والنهاردة هجرب تاني قدام منكم ونبدأ على بركة اللي بالشرح العملي يلا بينا هكلمكم النهاردة على الموقع المشهور حبيب الملايين موقع فولوارز شيب موقع من المواقع المميزة جدا جدا اللي فعلا اتكلمت عنها كتير في القناة تقريبا عدينا لعشرة او خمستاشر فيديو وبالمناسبة الموقع مش موقعي ولكن اضمنوا اكنوا موقعي صاحب الموقع شخصية محترمة ولو في اي مشكلة بتتحل في خلال 24 ساعة لأي حد المهم هتسجل في الموقع هندوس كده على انشاء حساب من هنا وده موقع قديم جدا جدا وانا مش جاي اكلمك على مصداقية الموقع انا جاي اكلمك على خدمة من الخدمات المميزة اللي موجودة جو الموقع لان الموقع بيتحدث عن نفسه مصداقية الموقع بتتكلم عن نفسها بنضيف هنا اسم المستخدم البريد الالكتروني اللي هو الايميل بتاعك والباسورد مرتين واعلم على انا لست روبوت ودوس كده على انشاء حساب هيبدأ ينشي لك اكاونت داخل الموقع انا عندي اكاونت مصبك هدوس كده على تسجيل الدخول هيدخلني على الصفحة اللي ظهر قدام منك دلوقتي اول حاجة بعملها ان انا بروح مباشرة على اضافة الاموال وابدأ اشحن الحساب الخاص بيا علشان اقدر ان انا اشتري خدمات من داخل الموقع وقبل ما اعرض لكم الخدمات دي ايه هي سعرها عامل ازاي وانجربها لازم اكلمكم على اضافة الاموال لو انت موجود في مصر متاح تشحن بودافون كاش عن طريق ان انت بتعمل فيزا وودافون كاش وادخل على بوابة الدفع كاشير وبتدفع بدون ادنى مشكلة فيزا وودافون كاش ومستر كارد عندك باينانس بي شغاله وبتاخد بونس تتين في المية اي عملة مشفرة وبتاخد كمان عليها بونس تتين في المية باير بتاخد عليها بونس تتين في المية واليوز دي الواحده بتاخد كمان تلاتين في المية بونس وعندك العملات المشفرة الاخرى ودي بدون رسوم نهائية بونس زيادة. يعني لو شرحت اه لو عملت انا اتف شرحت ايه مش عارف. لو عملت اي داع داخل الموقع بعشر دولار بتاخد تلاتة دولار هدية بونس لو عملت اي داع او اي طريقة من اللي تحت دول. انما بودافونكيش ما بتخش عليها اي بونس نهائيا. خلصنا دلوقتي من موضوع شحن الحساب الخاص بينا. هنبدأ دلوقتي نطلب خدمة جديدة او نخش كده على الخدمات ونبدأ نبص على خدمات الانستجرام وركزه معايا. متابعين انستجرام دي اول خدمة هتلاقيها موجودة قدام منك. خلاص. في عندك متابعين انستجرام حقيقيين وضمان مدى الحياة بدولار تسعتاشر سنت. عندك متابعين انستجرام حقيقيين وضمان لمدة سنة بدولار وتلاتة سنت. عندك انا نفس الكلام بدون اعادة تعبئة ولكن النقص بيكون من واحد لخمسة في المية. وانا بقول لكم انه بيكون تقريبا تلاتة في المية. وده رقم محترم جدا جدا. لو هنكرنه باي موقع تاني اللي هو انت ممكن تشحن الف خلاص الف تلاقي نصهم ضاع. نصهم مش موجودين. ليه? لان في فقد خمسين في المية. كيف تدخل تعمل اعادة تعبئة. انما على موقع ان شاء الله وبعون الله يعني من خلال تجربتي انا لقيت ان النقص بيكون تلاتة في المية لخمسة في المية. ما بيزيتش ما بيقلش. خلاص. آآ عندنا هنا متابعين انستجرام حقيقيين متفاعلين بالرقم الكبير ده المحترم. وده عرب برضو متفاعلين بالرقم الكبير ده برضو المحترم. ومتابعة من حساب انستجرام عرب موسك بالعلامة الزرقة بتاخده بيدولار واحد. تمام? فانت عندك كل دي كده خدمات مميزة جدا جدا. ونسبة النقص فيها لا تتخطر خمسة في المية. وممكن تقل على تاتة في المية شغالة عادي ما عندكش ادنا مشكلة. وكل الكلام ده فيه تعويض يعني ضمن مدى الحياة ممكن تعوض مدى الحياة ما عندكش ادنا مشكلة. عندك خدمات اللايقات لانستجرام شغالة. مشاهدات الانستجرام برضو شغالة. تعليقات الانستجرام شغالة. خدمات الانستجرام تانية برضو شغالة معاك. وباقي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي. اللي اتكلمنا عنها اكتر قد كده ولكن يهمنا دلوقتي. نتكلم على متابعين الانستجرام. هجرب معاكو ان شاء الله بعون الله. الخدمتين دول. الخدمة الاورانية. خلاص. اللي هم ضمن مدى الحياة. الاتنين واحد تقريبا. فانا ليه يعمل كده. فخلينا في متابعين حقيقيين ضمان لمدة سنة. وده ان شاء الله اللي هنشتغل بها نطلب منها كمية محترمة. خشت كده على طلب جديد من هنا. تمام? ومتابعين من فوقه. متابعين واختار من هنا متابعين حقيقيين ضمان لمدة سنة. ارخص من الاورانية هنشتغل بها. اه طبعا دي كده المعلومات اللي انا بقول لك اقراها واقراها كواس جدا جدا جدا. خلاص. وبيقول لك الناس من يكون والمتابعين بشكل عام عشان يقدر ان انت تحصل على الموضوع ده. ده الاكاونت بتاعي. في مية خمسة وعشرين الف فولور. وهاخد كده اللينك الخاص بالاكاونت بتاعي. وهشتغل به قدام منكو دلوقتي بدون ادنى مشكلة. اه ده الرابط. رابط حساب بتاعي الانستجرام دوت كوم سلاش ميدوريان اتنين وتلاتين. والكمية انا عايز مسلا انا خط يا سيدي عشرين الف. عشرين الف هتبقى بعشرين ماشي خلينا في خمسة وعشرين الف. دي ميتين وخمسين الف. تمام? لا خلينا في خمسة وعشرين الف بس. خمسة وعشرين الف فولور. هيعمله تقريبا معي خمسة وعشرين اه دولار. هنزود بها من مية خمسة وعشرين نبقى مية وخمسين اه الف فولور. مية وخمسين الف. خلاص. هنبقى مية وخمسين الف ان شاء الله. فلما تدخلوا وقت نزول الحلقة دي. هتلاقيوا العدد ده ذات. ليه? لان الطلب هنا بيتم في حد اقصى تلاتين دقيقة. تخيل معي تلاتين دقيقة. لو انا مش هلحق اصلا نعمل منتاج للفيديو. خلاص. هيكون الخمسة وعشرين الف دول وصلوا للاكاونت بتاعي. ادوس كده على ارسال عشان برضو يبقى الكلام قدام منكم دلوقتي. خلاص. فانا عملت دلوقتي اهو. يعني بيعمل معي الطلب. بسجل معي الطلب خلاص. وخصم من الرصيد. بقى خمسة ومية وتلاتين. المهم يعني اه طلب معي وانت هنا. انا يعني بمجرد نزول الحلقة دي يدخلوا على اكاونت على طول. هتلاقي لانكم موجود في وسط الفيديو. هتلاقوا ان العدد زاد من مية خمسة وعشرين لمية وخمسين ممكن مية واحد وخمسين لان العدد دايما هنا بيكون قابل للزيادة وغير قابل للنقصان. يعني لو انت طلب خمسة وعشرين مش ينفع يوصلك مثلا اربعة وعشرين وبعد كده يتم النقص. لا ده ممكن يوصلك خمسة وعشرين خمسمية او ستة وعشرين وتتم من عليهم النقص. خلاص? خلاص. طبعا دي كده كل الخدمات اللي موجودة في الموقع مش عارف ازود معكم خدمة تاني. تمام. احنا هنا عشر تلاف لايك بالمناسبة. خلاص. تعال بقى نجيب على البوست ده برضو. خلاص. نجيب منه لايكات تاني. ادي لايكات الانستجرام هنا. وادي بدون اعادة تعبئة. بضمان مدى الحياة. خلينا في اللي هي بدون اعادة تعبئة دي بالمناسبة. يعني والنقص ممكن نصر معك لخمسة واشر في المية او اكثر. على حسن طبعا خطنا الرابط. وضيف لي هنا مسلا عشر تلاف. خلاص. ادي العشر تلاف. العشر تلاف بعشرين سنت خلينا يا سيدي في ميتة الف باتنين دولار. معندكش ادنى مشكلة. ميتة الف لايك باتنين دولار بيخصل او بيحصل في خلال المدة دي. ودوس كده على ارسال. مجرد بقى ده ماشي كمية اكبر من الحد الاقصى. اللي هو خمس تلاف. احنا عدنا حد اقصى اعلى من كده. فين بقى الحد الاقصى هنا? ماشي ده شغال معنا. والحد الاقصى بتاعه. قادي ميت الف باربعة دولار. والحد الاقصى هنا هو مليون تقريبا. خلاص. وندوس كده على ارسال. هيبدأ يتم معاه الخدنة بدون ادنى مشكلة يا بنا. دلوقتي عندي خدمتين اتنين شغالين في الموقع. انا وهو لايكات للبوست اللي ظهر قدام منك دلوقتي ده. وكمان فولوورز للاكاونت نفسه. وكان معكم محمد الريان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة